من أبرز الشخصيات التي مرت في تاريخ الكويت الشيخ حمود بن صباح بن جابر بن صباح رحمه الله والمولود في سنة 1852 وهو أخ غير شقيق للشيخ مبارك الصباح رحمه الله تعالى وقد عرف الشيخ حمود الصباح بشجاعته وفروسيتي وبسالته مع حكمة ومروءة وعقل ولذلك كان الشيخ مبارك الصباح يعتمد كثيرا عليه في العديد من المشاكل السياسية التي كانت تمر بها الكويت اعتمد الشيخ مبارك على أخيه الشيخ حمود في العديد من المشكلات السياسية التي كانت تمر بها الكويت فمنها على سبيل المثال أنه أرسله على رأس وفد للشيخ يوسف ابراهيم في الدورة في جنوب العراق لمحاولة تحل الأزمة التي كانت بين يوسف ابراهيم ومبارك الصباح بعد مقتل الشيخين محمد وجراح الصباح رحمه الله تعالى كما أنه حضر بناء على طلب الشيخ مبارك الاتفاقية التفاقية الحماية التي تمت بين الشيخ مبارك نيابة على أهل الكويت والحكومة البريطانية ورفض الشيخ حمود الصباح أن يوقع شاهدا لأنه اشترط أن يكون من ضمن بنود هذه الحماية حماية أملاك الكويتيين وأسرة الصباح الموجودة في الفاو فرفضت الحكومة البريطانية ذلك فرفض الشيخ حمود الصباح أن يكون شاهدا اعتمد الشيخ مبارك الصباح على أخيه الشيخ حمود في إرساله على رأس جيش ومعه ابنه الشيخ سالم مبارك الصباح في صد عدوان بعض القوات التي جاءت من جهة أمير حايل ابن رشيد للهجوم على الكويت واستطاع الشيخ حمود أن يهزم تلك القوات وأن يسلب العديد من أموالهم وإبلهم وغنمهم وبعدها بسنة وتحديدا في سنة 1901 خرجت القوات الكويتية ومعها قوات من النجد وقوات من المنتفج في جنوب العراق لمهاجمة ابن رشيد في الصريف شمال شرق بريدة وجرت الملحمة الشهيرة بمعركة الصريف والتي هزم فيها جيش الكويتيين ومن معهم قتل أكثر الكويتيين الذين كانوا موجودين حمود الصباح كان ممن شارك على رأس هذه القوات مع أخيه الشيخ مبارك الصباح فشاف لها مجموعة من الكويتيين قبل بداية المعركة كان يتقاهون فتقلد لاله قال أنتوا تقاهون في ديرة بالرشيد والله لو شاف واحد فيكم وكسركم ما يخلي في واحد فيكم حي وبالفعل هذا اللي جرى وجرت المقتلة العظيمة التي يطول ذكرها لكن المراد أن الشيخ حمود الصباح معاه واحد من المنتفج رفض الهروب وظل الشيخ مبارك يصيح الشيخ حمود يصيح ويقول يالنشامة يالنشامة لكن جاءته طلقه وقتل في تلك المعركة وقتل معه ابنه الشيخ صباح بن حمود الصباح رحمه الله رزق الله الشيخ حمود الصباح بذرية من الأولاد منهم على سبيل المثال ابنه الذي قتل معه في تلك المعركة الشيخ صباح ابن حمود الصباح والذي كان يجهز عريسا بعد معركة الصريف لكن حالة المنية دون بلوغ الأمنية نسأل الله أن يبلغه الحور العين اللهم آمين ومن ذريته أيضا حفيدته الشيخ فتوح السلمان لحمود الصباح والدة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله ومن ذريته أيضا الشيخ سلمان لحمود السلمان الصباح رحمه الله والذي كان رئيس النادي العربي وأول رئيس لاتحاد كرة القدم الكويتي من أسرة الصباح ومن ذريته أيضا الشيخ حمود الصباح ابن سالم ومن ذريته أيضا الشيخ مبارك صباح السالم لحمود الصباح رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد هذه بعض أخبار مستشار الشيخ مبارك العمين وحصن الكويت الحصين الشيخ حمود الصباح رحمه الله تعالى وقد تكلم عنه الأستاذ فيصل السمحان برواية من شهد معركة الصريف ترجمة نانسي قنقر